أسعد الله وقتكم مشاهدينا أهلا وسهلا بكم دائما متوصلين معكم في هذه التغطية وفي لقاء خاص وحصري دائما مع الدكتور مروان ساقالة اللي كان رفيق وطبيب احنا منعطيه إشارة وعلامة امتياز لكونه كان في موقع التجربة اللي طبعا كان هو متميز وقائد طبيبي بامتياز من خلال وجوده مع المرضى في أول إصابات كورونا في مدينة طول كرم لنحاور اليوم دكتور أولي شي يسعد مساكو يعطيك ألف عافية الحمد لله على السلام الله يسلمك رب يرضى عليك وإن شاء نتمنى السلامة للجميع في أرضنا حبيبة فلسطين إن شاء الله دكتور مروان يعني أنت دخلت في تجربة وكنت مع المصابين في مدينة طول كرم في أول إصاباتهم اللي كانت في مدينة طول كرم يعني شو بتوجه رسالة المواطنين من خلال هذه التجربة أولا إحنا إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع يعني إحنا أكيد من مر في مرحلة صعبة أكيد في العالم كليات ومش في فلسطين لوحدها وطبعا إن شاء الله إنه الحالة اللي عندنا ما بتكون يعني أكثر من هيك ومتوقف على هذا المستوى وبيدي أحكي للناس إنه ما يخافوا ما يكلكوا كثير لأنه إن شاء الله إحنا كوادرنا إن شاء الله بتكون جاهزة لتقديم الخدمة والرعاية الصحية لجميع أبنائنا في فلسطين حبيبا إن شاء الله طيب دكتور يعني كيف كان ردة فعل البيت بعد العودة إلى البيت بعد هذه الفترة كم يوم بالزبط 21 يوم؟ أنا عمليا 24 يوم انقطعت عن عائلتي واليوم طبعا أول يوم بشوفهم وطبعا أنا في الليلة يمكن ما نمت وأنتظر هذه اللحظة اللي أشوفهم فيها طبعا هي فترة مش قصيرة ولكن حرصي على أبنائي وحرصي على أحبائي وقرائبي اللي حولي واللي جنبي طبعا أنا كنت أستمع إلى تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية إنه لازم أكون في الحجر لمدة 14 يوم من بعد خروجي من مرافقة المريض حرصا على من حولي من الناس من أصدقائي من أحبابي وتحملت والحمد لله كمان مرة يعني وزارة الصحة ما قسرت في عملية الدعم للموضوع الكورونا وتفذل قصارة جدها كحكومة فلسطينية ولكن هناك الكوادر الطبية اللي طبعا إله دور كبير جدا في عملية أيضا الحصانة منها كان دور كبير طبعا إشي أكيد إحنا طبعا نوجه تحيي إلى وزارة الصحة الفلسطينية بقيادتها الحكيمة وطبعا بكل نصائح اللي قدمتها للمرضى وقدمتها برضو كمان لكوادرنا الطبية وإحنا أنا شخصيا بحكي للناس إنه ما في داعي للضعور والخوف وإن شاء الله فترة وبتعدي إن شاء الله دكتور يعني هناك كثير ناس الحكومة والإرشادات والنصائح التي تنبثها إلا أنه في بعض الناس يتجاوزون ويستهترون في هذا المرض يعني هل من نصيحة عدم الزيارات العائلية أيضا الإختلاط والتجمعات اللي لاحظنا نشوفها قوات الأجهزة الأمنية تكون كل يوم بمحاولة منع هذه التجمعات وأغلاق المحلات اللي ليس محلها تبناء على التعليمات الطارئة نعم أولا ممكن أنه بعض الشباب يحكوا أنه هذا المرض ما بيصيبني وأنا لأني عمر صغير فهذا أنا ممكن أكلهم ممكن في من بعض من كلامكم لكن بدكم تعرفوا شغلي هذا المرض ممكن ما يأثر عليك بس راح يكون ضار ومؤثر على أبوك أمك قرائبك أختك خيك فالفيروس أكيد يعني مدة حضانته 14 يوم فهو أنت لما تحجر نفسك في البيت ما راح يلاقي جسم يحضنه تاني غيرك فبالتالي راح يموت وراح يستسلم وينقطع عليه طريقه اللي بديكملها فأنا نصيحتي للشباب كلياتهم ونصيحتي للعالم كلها وللناس كلياتها أنه الحجر البيتي والحجر الصحي المفروض أنه إحنا نلتزم فيه حفاظا علينا وعشان ما يكونش في هناك أرواح تزهر وأتوقع أنه أكبر دليل في اللي منسمعه قاعدين مرضى بيكونوا مرضى بلتقوا مع بعض عائلات بيتجمعوا بلتقوا مع بعض سواء في مناسبة صغيرة وفي هذه اللحظة بتم نقل المرض من شخص إلى آخر فنصيحتي للجميع أنه الحجر البيتي أقعد أنت في بيتك وولادك وزوجتك وحاولت نقطع عن العالم الخارجي قدر الإمكان حفاظا على صحتنا وطبعا الأجهزة الأمنية بجميع أشكالها ما قصرت ومشكورة على جهودها والله يعطيهم ألف عافية برؤيتك أنت كنت في الداخل وبعدين طلعت للحجر المنزلية 14 يوم يعني برؤيتك هل الحكومة الفلسطينية أدارت الأزمة بطريقة صحيحة؟ بإمكانياتنا الموجودة أتوقع أن أدارتها بشكل صحيح نعم أنا أتوقع أن أدارتها بشكل صحيح والله يعينهم لأنه بصراحة إمكانياتنا ضعيفة بصراحة لكن الحمد لله وضعنا بشكل عام مش سيء الحمد لله هل بترجح ذلك للوعي المواطن الفلسطيني؟ أكيد أكيد الناس عندنا مدركة وأتوقع أنها صحية وأتوقع أنه فيه ناس كتير بيحاولوا يشاركوا في محاصرة ومحاربة ضد المرض ومشكورين بجميع فئاتهم وبدون ذكر أسماء بجميع فئاتهم مشكورة سماء من الشعب أو من الحكومة دكتور ماروان شك الله شكرا لك والحمد لله على سلامتك بين أهلك وبين أولادك وعائلتك الله سلمك وإن شاء الله نتمنى السلام والصحة والعافية للشعب الفلسطيني أجمعين شكرا لك